بالنسبة للصلاة أنا مقيمة ومستعجرة منزلا في ولاية سمائل للعلم الولاية أملك فيها أرضا أريدها لبناء منزل لكي نستقر فيه أنا وأولادي وأصلي فيها وطنا لكن لما أذهب لزيارتي أهلي أصلي قصرا ما حكم صلاتي وهل تكوز جمع الصلاتين عند ذهابي لزيارة الأهل هي ما دامت مقيمة في سمائل يعني الذي يظهر أما أهلها في مكان آخر في ولاية أخرى فلا حرج عليها هي مسافرة في الولاية الأخرى ولا حرج عليها أن تصلي هناك سفرا وما دامت مقيمة في سمائل ولو كان ذلك في الاستئجار يلزمها أن تصلي في ذلك المكان وطنا لا يلزم في صلاة الوطن أن يكون الإنسان مالكا لذلك المنزم من الاستقرار يكون مع الاستئجار ولا تعارض بينهما المراد أن يقصد الإنسان في ذهنه أن يقيم في ذلك المكان وأنه وطنه وأنه المكان الذي اتخذه لأجل أن ينشع عليه وأن يقضي مآرب حياته فيه هذا هو الوطن أن زيارتها لأهلها وهي لا تريد ذلك المكان لأجل الاستقرار والعيش فيه فهذا يجعلها مسافرة في ذلك المكان ولها أحكام المسافرين فيلزمها أن تقصر الصلاة الرباعية كما هو الأظهر والأرجح ويجوز لها أن تجمع الصلاتين لكن الأولاء لا تجمع إلا حينما تكون جادة في السفر أو حينما يكون هناك عذر معين ويستحب لها أن تصلي كل صلاة في وقتها والله تعالى أعلم شكرا